بسم الله الرحمن الرحيم سوف نشرح اليوم طريقة حداد في كود للأعداد الزوجية والأعداد الفردية لبرنامج الفيجويل بيسيك 2010 نأتي الآن نفتح البرنامج New Project OK هذه عندنا نصفح الآن البداية نحط Label ونكتب فيه أدخل العدد أو أدخل عدد من 51 أختار عدد من 1 إلى 50 ثم نعطي إلى نضع text books ندخل العدد فيه مهمة بعد ونسميه طبعا مهمة التسمية حتى تتميش الاستفادة من الأكوات name نسمي نسمي txt 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 s a وبعد ذلك وبعد ذلك نأتي لوضع list books خائمة تطلب فيها الأعداد الزوجية والفردية وأيضا نسمي list books txt والذي يكون lst s a ثم نعطي ونضع button ثنين ونكتب عليه الأول الأعداد الزوجية مثلا ونكتب عليه الزوجية مثلا ld 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 الزوجية ثم نضع mh ld 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 ثم نضع button آخر وأتب عليه العداد الآن نضع كود الأعداد الزوجية نضع كود الأعداد الزوجية نضع كود الأعداد الزوجية ثم نضع كود الأعداد الزوجية نضع كود الأعداد الزوجية قبل شوي أحنا نسمع تكست بوكس تسمعه TXT SA أجل أن تكون نفس التسمية حتى يكون نضع كود الأعداد الزوجية ننتقل الان الى التجربة و تشغيل البرنامج نضغط لرقم 50 و نضغط لعداد الذاوجية نضغط لعباران 2 نضغط لعداد الابتنين نضغط لعداد الذاوجية من 2 إلى 24 ولدى الفلدية من 1 إلى 25 أتمنى لكم الفائدة والمتعة وأن يكون الشرح واضح شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته